السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اهلا بكم محبين وسلسل من بعد الطفالنا اليكم ملاحظ الحلقة الاخيرة غازي بقول له موضي انت بديك تفضحيني بتقول له بدك بتكون تقتلوا بتقول لهم علي وعلى اعلى ايه بقول له تركينا تزوج وكريمي بتقول له غازي انا ماني صدقها كلام موضي وهي اكيد غيراني بقول له ايه وبتفقوا يتزوجوا وموضي تتفش وبيطفوا بالمي وما بيعرفوا يسبحوا وبتموا يصيحوا لحتى ينقزهم وبيأهدوهم على المشفى موضي مزعوجي وندماني وبتقول انا خسرت غازي وكريم بيقى وفطوم بتنزاج وبتقول اخوي وزوجي بيوم واحد بعد موضي بتروح على المشفى وبتقول لفطوم احد يقول انا اللي عملت هيك شيخة وعمد ببيعوا البيت وبيصفي درويش وحيد سيف بيطلب من انيسي ترجع له بتقول له انتي لسا سهران وفاهد بيسمعون درويش مزعوجي بيتصل براشد ليقعد عنده بس بعد ما خسر كل شي غازي بيتصل له بيموضي وبيقول له تعالي رجعي انا بحبك لك وتزوجت وعشان وصاري وفطوم بتقول له تعالي عيشي بالعز وستحمله وتروح موضي منشوف عرس غازي وكريمي وبتكون موضي مزعوجي مريم بتقول لامها ابوي اتغدى فيك قبل ما تعشي فيه هو باع البيت بتقول له ابا عرف سجلوا باسمي عشان ارجع له انا راح كبكن برك لكم خارج بقول له انتي من جد راح ترجعي لابوي بتقول له ما حد دخلو في درويش بيروح لبيت سيف بيشوف سيف يقول له شو جابك بقول له اجيت عشان مرت عنيسي بسيف يقول له ليش اليوم راح نتزوج وبتدخله على البيت وانيسي بتقول له سيف هاد بيتي بطالق اللي بدي اياه وبخلي اللي بدي اياه ودرويش بقول انيسي عملت خطة مائي وراح ترجع لي وانيسي بتقول انا ما برجع لحدا او بتكون خطتها نجحت وبتاخد مصاري درويش وبيت سيف وبتطرد الكل برا البيت وبتقول انا من بعد الطوفان تنتهي احداث ترجمة نانسي قنقر